نفت وزارة الصحة اليوم صحة ما تم تداوله من معلومات عن وجود حالة تسمم غذائية في مستشفى الصباح ونقلت الوزارة في بياننا الصحفي عن مديرة مستشفى الصباح بالإنابة الدكتورة منال المطر قولها إن المستشفى لا يوجد بها مطبخ وأن الوجبات تقدم عن طريق مطبخ مستشفى الصدري وأوضحت المطر أن الطعام يقدم بأفضل الطرق العالمية استخداما وهو نظام التروليات الحار والبارد وأن الوجبات تحضر طازجة أولا بأول وأشارت إلى أن هناك آلية تفتيش على سلامة وصحة الأغذية المقدمة تتم من قبل مفتشين ومسؤولين بصورة مستمرة وفق معايير وسياسات البروتوكولات العالمية